الإيمان بهذه العقيدة والقضية المهمة كما قال الله عز وجل قل إن كنتم يدبون الله فاتبعوني منكم الله وقال الله سبحانه وتعالى من يطعر رسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليه الحفيظة ويقول ربنا سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو ولذلك الواجب على المسلم أن يسلم أمره وأن يسلم دينه لكلام الله ولكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك ذم الله عز وجل المنافقين الذين لا يأخذون بكلام الله ولا كلام رسوله عليه الصلاة والسلام قال الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أن يدعون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بلغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك أذا قسم من المولى الذي كلامه الحق وكلامه الصط وحديث الصط قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما لا يتم إيمانهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك أي حتى تكون الخصومة نهايتها عند كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا أي أن الإنسان لا يجد الحرج من قضاء الله وقضاء رسوله عليه الصلاة والسلام ويسلموا تسليما تسليما كاملا لا نقص فيه بوجه من الوجه وهذه القضية طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي معلوم يا أخوانا لا يتم إيمان المرء المسلم إلا بها ولا يجوز للمسلم أن يقدم رأيا أو أن يقدم اعتقادا أو أن يقدم فكرا قبل أن يعرف دليله من الكتاب والسنة قال الله عز وجل في فاتحة صورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم ولذلك لما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه حديثا النبي صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله سمعت بهذا الحديث امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب فجاءت إلى عبد الله بن مسعود فقالت سمعتك تلعن كيت وكيت فقال ما لي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله قالت قد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول قال أما إنك لو قرأتيه لوجدتيه أما قرأت قول الله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قالت بلى قال فذك ولذلك يا أخوانا أزمة الناس هو ادعاؤهم لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تركهم لمتابعته والعمل بسنته عليه الصلاة والسلام القضية التي يريد أن نتحدث عنها قضية ثابتة بالكتاب والسنة وهي قضية نعيم المسيم أو عذاب الفاجر في القبر وهذا قد ثبت بأدل من الكتاب والسنة منها قول الله عز وجل في صورة غافر فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشية وهذا في القبر بعد أن مات وأدخل إلى قبره فرعون أو بعد أن انتقل من مرحلة الحياة الدنيا إلى مرحلة البرزخ يعذب في هذه المرحلة غدوا وعشية بصفة وكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ثم قال الله ويوم تقوم الساعة أي إذا أخرج الله عز وجل العبادة من أجداثهم إلى يوم الحشر والحساب فلهم نوع آخر من أنواع العذاب ربنا قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ولذلك أخوانا هذه القضية دلت عليها أدلة كثيرة منها كلام الله عز وجل في صورة الأنفال لما قال المنافقون ربنا قال في يوم بدر في ذاك اليوم العصيب إذ يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة والذين كفروا هذه وقعت في محل نصب مفعول أي حينما تتوفاهم الملائكة حينما تخبض أرواحهم وتخرج أرواحهم ولو ترى أي لو كنت في هذا المقام تنظر إليهم لرأيت أمرا هائلا وأمرا عجيبا لأن هذا من أدوات الشرط فلما حذف جواب الشرط دل على أن هناك مسألة عظيمة ربنا قال ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم دابتين قال إذ يتوفى يعني عند شنو يا أخوان عند الموت وهذا يدل على أن الكافر والفاجر يعذب في قبره ومنها أيضا قول الله سبحانه وتعالى في صورة العراف فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم إذا جاءتهم هذه أيضا شرطية أي لو رأيتهم حينما تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم إذا جاءتهم الملائكة يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا ربنا قال وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار إلى آخر الآيات وأما الحديث الواردة في ذلك فهي أكثر من أن تحصى منها حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت عندها يهودية والحديث عند البخاري وغيره فكلما صنعت إليها عائشة أم المؤمنين المعروفة قالت وقاك الله عذاب القبر كانت بتقول لعائشة كذا فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله قالت هذه اليهودية كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن عذاب القبر حق ومنها أيضا حديث أبي أيوب الأنصار رضي الله عنه الذي في البخاري وغيره أنه كان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وقد وجبت الشمس أي سقطت وآلت إلى الغروب قال فسمع وجبة عظيمة أي صوتا عظيما فقال النبي صلى الله عليه وسلم يهود تعذب في قبورها وأيضا من هذه الحديث حديث سمر بن جندب الذي هو أيضا في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى صلاة وخاص صلاة الفجر كان يلتفت إلى أصحابه ثم يقول أيكم رأى اليوم رؤيا فيحدثه من شاء أن يحدث ثم قال يوما أيكم رأى اليوم رؤيا قال فقلت ثم قص علينا النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا رآها وهي قصة الإسراء من قصة الإسراء والمعراج قال قال وإنه أتاني الليلة آتيا فانطلقا بي وقالا لي انطلق انطلق قال وإني انطلقت معهما قال فمررنا على رجلين على رجل مستلق وإذا آخر آخذ بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة إلى رأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر هاهنا فيتبعه الرجل فإذا رجع إلى صاحبه عاد رأسه كما كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت سبحان الله ما هذان فقالا لي انطلق انطلق يعني الأول ده كان راقد والتاني شايل له حجر كبير وبرمي في رأسه لغاية ما يثلغ أي يعني يردخ ويكسر فبالدردق الحجر صخرة الكبيرة بتدردق داك لما يمشي يشيل الصخرة الكبيرة ويجي راجع للزلد بالقراس ورجع زي أول قال فقلت سبحان الله ما هذان قالا لي انطلق قال ثم مررنا على رجلين على رجل وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد زي شنكل الجزار قال وإذا هو يشرشر شدقه إلى قفاه ومن خره إلى قفاه وعينه إلى قفاه شوف المشهد مشهد من أشد أنواع العذب قال ثم يتحول إلى الشق الآخر فلا يرجع إلى ذلك الشق الأول حتى يصح ذلك الشق كما كان قال فقلت سبحان الله ما هذاني قال فقالا لي انطلق قال ثم أتينا على مثل بناء التنور قال وإذا فيه لغط وأصوات قال وإذا فيه رجال ونساء عرات يأتيهم لهب من أسفل منهم قال فإذا جاءهم ذلك اللهب ضوضوا يعني كورك وأحدثوا ضوضاء قال فقلت سبحان الله ما هؤلاء قال فقالا لي انطلق قال ثم أتينا على بحر أحمر كالدم وإذا عليه سابح يسبح قال وإذا عليه رجل في ضفة النهر قد جمع عنده الحجارة فيسبح ذلك السابح ما شاء الله لو أن يسبح ثم يأتي هذا الذي جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجرا قال ثم يعود يسبح وهكذا فقلت سبحان الله ما هؤلاء الحديث طويل في نهايته النبي عليه الصلاة والسلام قال إني قد رأيت الليلة عجبا فما هذا الذي رأيته قال أما الأول فهو الرجل يؤتيه الله القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة يفعل به إلى يوم القيام قال وأما الرجل الثاني فإنه الرجل يكذب الكذب فتبلغ الآفاء فيفعل به إلى يوم القيامة وأما الرجال والنساء العراد فإنهم الزنات والزواني وأما الرجل الذي في بحر أحمر كالدم فهو آكل الربا والعياذ بالله فهذا أيضا من أدلة عذاب القبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكى عنهم أنهم يعذبون في قبورهم أيضا من الأدلة على عذاب القبر ما وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تشهد أحدكم في صلاته فليستعذ بالله من أربع من عذاب القبر أول حاجة ومن عذاب النار ومن فتنة المحيى والممات ومن فتنة المسيح الدجال وجعل هذا الحديث من رواية عائشة ومن رواية أبي هريرة ومن رواية سعد بن أبي وقاص وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا من الحديث في ذلك الحديث الذي متفق عليه عند أهل الكتب الستة وهو حديث ابن عباس يحفظه جميع الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فإنه كان لا يستنزه وفي بعض الروايات كان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة قال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة من نخل ثم وضعها على القبرين فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسه فدي كل أخوانا من الأمور الثابتة أن عذاب القبر من الأمور التي يؤمن بها المسلم والتي دلت عليها لحديث المتواترة المتضافرة المتكاثرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا حديث البراء بن عازب الذي في المسند وفي غيره وحديث كثيرة جدا بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذه العقيدة وهذه العقيدة لا خلافة فيها أما بعض الناس بيجيبوا شبهات يقول لك طيب الآن أمريك ما بتحرك والهنود قاعدين يحرقوا وهكذا فنقول لهم هذا يعجز المخلوقين ولا يعجز رب المخلوقين النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في البخاري من حديث أبي هريرة وجاء من روايات كثيرة حكى قصة رجل من بني إسرائيل هذا الرجل قال لم يعمل خيرا قط فجمع أبناءه لما حضرته الوفاة فقال إذا أنا ميت فأحرقوني ثم انتظروا بي يوما ذا ريح شديد فذروا نصفي في البر ونصفي في البحر فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين قال ففعل به أبناؤه ما وصى به فلما فعلوا به ذلك قال قال الله له كن فكان كما أمره الله فقال عبدي ما حملك على ما فعل قال خشيتك يا رب فغفر له الشيء من الكلام أنه بعد ما جنو بعد ما حرقوه ربنا جنو ثاني جابه لأن أخواننا الموضوع ده صعب عليك انت وتصورك انت كبني آدم إنه ربنا يعذب كيف وزول قد ما يدفنوا ربنا يعذبوا كيف وما حصل فتحنا قبر لقين زول مولع فيه نار أو زول بيأكل في فاكهة من الجنة دي أخواننا من أمور الآخرة ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدافنوا لسألتوا الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع قالنا ده كلام واضح عشان كده العلم ذكروا فائدة قالوا وكان أهل الإسلام إذا مغلت بطون خيولهم ذهبوا بها إلى قبور اليهود والنصارى المغل هو الله يكرمك الامساك الخيل بتاعاتهم لما يصيب الامساك بيقوموا يودوا ايشنو قبور اليهود والنصارى في ايشنو في قبور اليهود والنصارى في عذاب واذا عذب صرخ صرخة يسمعها كل شيء إلا الإنس والجن ولذلك أخوانا يخدي دي من أبجديات الدين من أبجديات الإسلام لو حرقت ولو قطعت ولو سحنت ولو قبرت في الفضاء أو في كوكب آخر ربنا سبحانه وتعالى يوصل إليك ما كتب عليك ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا أمثال يا أخوانا نحن في القرآن لأنه كثير من الناس يقول لك ده دي ما سابتا الأحاديث دي الناس من قضوة إنت مشكلتك مع الحاديث إنت مشكلتك مع الأحاديث إنت مشكلتك مع الدين عديل تخليك صريح كويس ربنا سبحانه وتعالى ذلك في صورة البقرة خمسة مواضع فيها ناس ماتوا ربنا تاني جابوا ربنا قال أوك الذي مر على قرية عزير وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها كيف ربنا قرية بعد ما بقت معطل وما فيها حاجة كيف ربنا تاني يجيب من جديد ويحييها وما قال هذا من باب الشك في قدرة الله ربنا قال فأماته الله كم مئة عام ثم بعثه قال كم لبث قال لبث يوما أو بعض يوم الملك قال له قال بل لبث مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه أي لم يتغير وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وده القرآن ما نزل إنه بس نتبرق به وكذا ونقراه وما نعمل به عشان ما نخش في شكية النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورة قال وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها أي كيف نجمعها ثم نكسوها لحمة فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير الآية البعدية طوالي ربنا قال وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير لأن يا أخواننا ده عصر بتاع ماديات الناس بيقول ما بتؤمنين إلا من رحم الله شاكد بيتخلع لما زول يقول له كلام زيدا من عدال الإسلام بيتخلع ربنا قال فصرهن إليك جب ليك أربعة من الطير وقطعن وأخلطن مع بعض واجمعن وبعد ذلك قسمن واجعل على كل جبل منهن جزءا قال ثم ادعوهن يأتينك سعي واعلم أن الله عزيز حكيم قبليها ربنا سبحانه وتعالى في قصة الذين قتلوا رجلا وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت ويريكم آياته لعلكم تعقلون لو هل موضوع بالعقم دفيوا آيات عشان كده أخواننا أواخر صورة ياسين نستامنا بيحفظوا هذه الآيات حفظا جيدا ربنا سبحانه وتعالى قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه نزلت في العاص بن وائل أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عظم بالي شائل معه عظم قديم ففتاه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم استهزاء وسخرية فقال يا محمد أتزعم أن الله يحيي هذا العظم بعد هذا وقام فتاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ويحشرك ويدخلك النار فأنزل الله عز وجل هذه الآيات وضرب لنا مثلا ونسي خلقه ودرد عليه يا خطة مش بدائرة بالمنطق وبالعقل ربنا قال وضرب لنا مثلا ما هو المسأل جايبه لجنوع عشان يبطل به والغران ربنا قال ونسي خلقه الأصعب يعني مثلا أصعب المين برداء كويس إنه أكسره وأعمل من جديد ولا أصعب أمشي أجيب خشب وتاني أعمل بالشكل المعين وأضرب بونش الأصعب ياته في المين برداء الأصعب ياته ها الأصعب تجيه من جديد ما دي هذي لحاجة قاعدة بنزله في قالب وبسخنه الموضوع انتهى تاني في شو وده في حال المخلوق أسل لي لا بيقول لك في ناس الخرد معلش يا أخوانك دي خلونا نضرب أمسال شوية ناس الخرد بيبيعوا لناس المصانع بتاعنا الحديد بتاع المصنع بيعمل شنو بيقولون بيصهروا وتاني بينزلوا في القالب أسهل ليه ده ولا أسهل ليه شي يجيه مستورد من بره أسهل ليه ده يخدف المخلوق رب العزة كيف ربنا قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه ونسى نفسه قال من يحيي العظام وهي رميم ربنا قال له قل يحييها الذي أنشأها أول مرة جاب من العدم قادر على أن يعيدها وأن يقومها وأن ينشئها قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر ذي كل أمثال وكلها يعني أمثلة عقلية وواقعية موجودة عند الناس الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا قال العلماء والشجر فيه الرطوبة والنار فيها اليبوس والحرارة فأخرج الله الضد من الضد وهذا يدل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى شكد ربنا قال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا عشان كده ربنا قال في صورة الواقعة أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون ولذلك أخواننا الإنسان يحتاج أن يتكلم في مسائل زي دي مسألة غريبة ذاته دي مسائل من أصول الإيمان التي يؤمن بها الإنسان والله نحن لا شفنا عذاب قبر ولا شفنا نعم قبر ولا شفنا أحكام الآخرة ولا شفنا الملائكة ولا شفنا الجن ولا شفنا ربنا سبحانه وتعالى لكن كله ابن أمن به لأن ربنا سبحانه وتعالى قال ألف لا ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ياتم لكن الذين يؤمنون بالغيب هذه أول صفة أو أول من ينفعهم القرآن الذين يؤمنون بالغيب لشان كده أخواننا النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من بدري قال قال سيخرج في أمتي أناس يأتونكم بالأحاديث ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم إياكم وإياهم يعني لو شفت بيجاي أمرك بيجاي لا تسمع له ولا تقعد معه ولا تنتفع به وما تقول أنا بشيل السمح والكعب أبعد منه لأن أخواننا ما بعاديك انت وإنما يعادي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق البشر الذي كلامه الصدق قال الله عز وجل والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم أولئك هم المتقون الذي جاء بالصدق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق به في سبب نزول الآية وبكر الصديق ويدخل في ذلك كل مؤمن ومسائل كثيرة الآن تثار مسألة إمامة المرأة وكذا أخواننا مسائل غريبة وهذه المسألة دخيلة على المسلمين لأن المسألة دي أول من بدأ بها الخوارج اللي هم ناس داعش الآن قديما يسمهم الخوارج والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الخوارج كلاب أهل النار أول من صلى إماما مرأة بالرجال غزالة الخارجية امرأة شبيب الخارجي في زمان الحجاج بن يوسف والناس بيحفظوا كلهم بيت الشعر في ذنب الحجاج لما قال له الشاعر أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تجفل من صفير الصافري هل لا برزت إلى غزالة في الوغى واحد بذنب الحجاج قال له لو راجل أمرك للمرأة اللي يسمى غزالة دي عشان توريك قال له هل لا برزت إلى غزالة في الوغى بل كان قلبك في جناحي طائر يعني كان قلبك فوق التخواف ساكن فأول من أما الرجال من النساء هذه المرأة الخارجية والله بئس السلف كويس؟ ما بجز النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها فما ممكن ربنا سبحانه وتعالى أخر النساء لنقصان دينهن كما قال العلماء ويعني لأنهن لسنا قوامات على الرجال وإنما حق القيام للرجل هو الذي مناطم به الإقامة والآذان والجهاد والخروج للأعياد وغير من المسائل أن يقيم الرجال فما ممكن للمرأة تمشي لي قدامه وأما ما يستدل به من حديث في سنن أبي داود إنه فأمرها أنت أمة حديث أم ورقة رضي الله عنها إنه استاذنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج في غزوة بدر وأن تمرض مرضى المسيبين وأن تنال الشهادة في سبيل الله فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا اجلسي فعصى الله أن يرزقك الشهادة قال وكان عندها فتاة وجارية قال فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لها مؤذنا فجعل لها مؤذنا شيخا كبيرا فكانت تأم أهل دارها في ناس قالوا الحديث دا تأم أهل دارها معناه في رجال بتأمهم معناه دفيه دليل على إنه المرأة تأم الرجال وده يا أخوان فهم خاطئ بالعلم يعني المسألة الأولى أنه لو كانت تجوز إمامة المرأة بالرجال لما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لها مؤذنا دارة مؤذن ليه ما إن تقعد تأم الرجال فبعد ذلك تأزني وإم براك هذه هي المسألة الأولى المسألة الثانية المدينة فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وفيها أم ورقة من من الناس سيصلي وراء أم ورقة يخلك من أم ورقة رضي الله عنها لو كان في أبو بكر الصديق وفي النبي صلى الله عليه وسلم بتصلي ورمنه بتصلي ورمنه أخوان عشان كده أخوان هذا كلام ما بخوش عقل مسلم كويس؟ ولذلك أورد الإمام الدارة قطني رواية قال وأمرها أن تأم نساء أهل دارها والمرأة أخوان ما في خلاف إنها تأم شنو؟ تأم النساء وحتى لما تأم النساء العلماء قالوا بتقف في النص يعني ما بتقف زي الرجال تقف جدا وحتى بعض العلماء بعض يعني أقوال للعلماء ما عندهم على أدلة قالوا المرأة التي تأم الرجال تقف خلف الرجال وإنت تكون كبيرة في السين وحافظ القرآن وما تكون في صلاة فريضة وكده تكون ورى الرجال وتقول لهم الله أكبرهم قدامه يصلوا ده إذا ما كان في زول حافظ أي حاجة من القرآن ولما علموا بطلان هذه الصورة تراجعوا عن هذا القرآن وما ينقل هو عبارة عن بعض الآثار وبعض المقالات لبعض العلماء مبتورة كلام مبتور ومكتوع وما ذكر عن بعض العلماء كالإمام أبي ثور والطبر وغيرهم قال وقد شذ وهو منقول عن ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد قال قال بداية المقتصد ونهاية المجتهد الإمام ابن رشد قال وقد شذ أبو ثور والطبر لما أجازوا إمامة النساء إمامة المرأة للرجال مطلقة ولذلك أخوانا الإنسان عليه أن يلزم غرز رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن وأن يعلم أن ما لم يكن على عهد رسول الله كما قال الإمام مالك إمام دار الهجرة رضي الله عنه ورحمه قال ما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه دينا فلن يكون اليوم دينا ونحن دا كلام بنقوله من باب نصيحة المسلمين ومن باب إرادة الخير لهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا طبعا كونهم ضالين دي ما فيه شك لكن ما زالت التكفير دي يعني نحن ما ما بيتهمنا بقدر ما يهمنا الآن إنه نبين إنه القول دا باطل لي لأنه أخوانا انتشرت أقوال وصار بعض الناس يؤصل لها ولن تجد لها تأصيلا صحيحا لعالم معتبر فالكلام دا ضلال والإنسان يبعد منه بعد ذاك حكم الإنسان دا ربنا سبحانه وتعالى قال لست عليهم بمسيطر ربنا قال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفر وما بعد ذا زلما يبينوا الحق يعني هو أعلى عينا وأعلم بنفسه وبحاله وهذا هو طريق الحق إن أراده أخذ به وإن لم يريده فبعد ذا نحن همنا إنه المسلمين يعرفوا الحق من الباطل جزاكم الله خير وصية القحطان بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان